ومن الخرطوم ينضم إلينا محيد دين جبريل مراسل الغد محيد دين سبع الخير إذن بعد التوصل لصيغة نهائية لهذا الاتفاق إذن في أي مرحلة هو الآن صباح النور مونى الاتفاق الآن هو في حالة يمكن أن نقول تخلق جديد أو مخاط جديد حسب حديث الرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرية الانتقالي فريق شمس الدين كباشي مساء أمسق قال إنه سيتم تسليم نسخة لكل طرف في العاشرة من صباح اليوم حتى اللحظة لم يتثنى لنا تأكيد ما إذا كان ذلك سيتم في هذه الساعة أم لا من خلال تواصلنا مع الأطراف المختلفة ولكن بصورة عامة بطبيعة الحال سيتم تسليم نسخة لكل فريق من طرفي العملية التفاوضية المجلس والقوى إعلان الحرية والتغيير مونة يجب هنا الإشارة إلى تعبير يعني جاء في تصريح الفريق الكباشي استمعنا إليه قبل قليل وقال لا يوجد شيء مغلق ولكن يعني عملية تحقق هذه الكلمة ربما أخافت بعض المراقبين من أن يعني يطل شيطان التفاصيل أثناء عملية هذه أو أثناء ما وصفه الكباشي بالتحقق خاصة في ظل أنباء متداولة عن أنه هناك بعد التحفزات على صياغة الصلاحيات للمجلس السيادة عموما نحن لا نستبق الأمور ولكن يعني عمور هذا اليوم بعد تسلم الوثيقة سيطمئن الناس هل أفهم من كلامك محيدين ربما أنه قد تكون هناك مفاجآت في حال تسلم يعني هذه الصغة النهائية لهذا الاتفاق بعد المراجعة والتوقيع نعم نحن لا نقول مفاجآت من الدرجة الأولى ولكن يعني هناك مخاوف من كلمة تحقق كلمة يعني مراجعات وتحقق مراجعات وتحقق هذه ربما ستفتح الباب على لأشياء كثيرة جدا جدا ولكن لطالما كان مراقبون يقولون لطالما كانت هناك لجنة تعمل مدة 48 ساعة ويستمرت الآن لأكثر من أربعة أيام بدلا من يومين فقط هذه اللجنة مناطبها تحويل مضابط الاجتماع الذي تم التوصل في الاتفاق في 5 يوليو تحويل محضر الاجتماع إلى مسودة الاتفاق نهائية هذه اللجنة فيها ممثلين قانونيين للحرية والتغيير وممثلين قانونيين للمجلس العسكري إضافة إلى حضور ومتابعة شخصية من الوسيط الأفريقي لهذه الصياغة ولكن ورود كلمة مراجعات وتحقق هذه ربما تخيف بعض الشيء كما أسلفت لا نريد أن نستبق الأحداث ولكن نتمنى أن تعبر الوثيقة وتعتمدها الأطراف تمهيدا لإعلان موعد محدد لتوقيع نتوقع أن يحضره ممثلون لمنظمات إقليمية ودول إقليمية مجاورة خلال على الأقل بين الخميس والسبت نتوقع أن يكون هناك التوقيع ما لم يكن هناك جديد في تفاصيل ما وصفه الكباشي بالتحقق سنتبع معك تطورات هذا الاتفاق في ساعات المقبلة شكرا جزيلا لك من الخرطوم محمد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك